ماذا وراء قرار الحكومة اليمنية؟ في صنعاء عادت ميليشيات الحوثي إلى افتعال أزمات المشتقات النفطية وظهرت طوابير السيارات أمام محطات البترول وارتفعت أسعار الديزل وانتعشت السوق الصوداء لبيع المشتقات لتجني الميليشيات مئة الملايين من الدولارات أمام هذه الأزمة التي يكتوي بنارها الأهالي في مناطق سيطرة الحوثي عادت الحكومة اليمنية لتؤكد عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية وكشفت الحكومة أن ميليشيات الحوثي بدأت منذ العاشر من أغسطس بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية الأممية الدولية المعمولة بها منذ 2019 مشيرة إلى أن هذه الممارسات من جانب الميليشيات أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلقت أزمة وقود مصطنعة الحكومة أعلنت مبادرتها بالموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماحة بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن وأكدت الحكومة أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في الثاني من أبريل الماضي وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ البلاد الحكومة سهلت بالتنسيق مع تحالف الأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل 963 ألف طن من المشتقات النفطية من جهتها رحبت الخارجية السعودية ببيان الحكومة اليمنية بشأن الموافقة لزتنائية على طلب الأمم المتحدة السماحة بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وأكدت المملكة حرصها على دعم إنجاح الهدنة إلى جانب رفضها التام لتعنط الحوثي ورفض تنفيذ التزاماتها بل ورفض أليات دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة وذلك بهدف العودة للحرب وإفشال الهدنة